اهلا بكم على قناة مرجانة فن وصفتنا اليوم شربة او حريرة تاعة الكابوية مع زريعة الكابوية ايضا تابعوا الوصفة الى الاخير اذا كنتم من عشاق الكابوية او اليقطين فهذه الوصفة خاصة بكم ناخد يقطين متوسط مش كبير ومش صغير نقسمه الى قسمين اذا كنتم عائلة كبيرة ستعملوا القسمين الاثنين اما اذا كنتم عائلة صغيرة فقسم واحد او نصف اليقطين يكفي بالنصف الاخر تقدروا طبعا تديروا الوصفات لامامكم هنا على الشاشة من مربى اليقطين او كيك اليقطين او كوب كيك او تقدر تديري به الكوسكوس حتى حاجة ما تضيع ناخد اناء به ماء نضيف البذور نحطها بالاناء حتى ينضف اليقطين من البذور وهذه الخيوط اللي فيه نحطها بالثانية ونضع فيه عرشين من لازير لازير الاخضر اربع فصوص من الثوم وإلى الفرن حتى يطيب ننتقل الى البذور ننضيف البذور بالماء ونحطها بالسينية بعد ما نقطرها طبعا جيدا بالنسبة للتتبيل تقدروا التبلوه بما شئتم من توابل لكن انا اكتفيت بالملح فقط على الطريقة التقليدية ثم ندخلها الى الفرن حتى يتجمر ويجف نرجع لليقطين ناخد اكريل الجبل نحطه جانبا لا نحتاجه خلاص ناخد ملعقة ونبقى نفرغ في اليقطين طبعا نخلو الثوم معه عادي شايفينوا الدخان لانه سخن جدا فحذاري طبعا تحرقوا يديكم ترجمة نانسي قنقر اذا نحط هذا الصحن جانبا ثم ناخد طنجرة على النار مع زيت زيتون او زيت عادي نضيف بصل مقطع نضيف ايضا الجزر طبعا انتبهوا الكبوية اصلا حلوة والجزر حلو والبصل ايضا حلو فاذا تبغوا تكسروا الحلوة استغنوا عن الجزر واضيفوا صلصة الطماطم او طماطم مصبرة عيوة ذلك نضيف ثوم مفروم باش يكون الذوق اكثر نضيف التوابل مثل الكمون الملح والبزار والبابريكا ونضيف الكبوية ومرق الدجاج او مرق الخضر اذا اردتم طبعا نضيفوا مرق الخضر نضيف ماء ساخن بالنسبة لمرق الدجاج ايضا انا عندي منزلي طبيعي يعني اللي هو يخنط الدجاج لو ما عندكيش استعملي مكعبات الذوق اذا نغطيها ونخلي الجزر حتي يطيب ويصير طري اذا نغطيها ثم نطحن لان كل شيء مع بعض اذا شفتوها ثقيلة ضيفوا القليل من الماء الساخن ودوقوا طبعا الملح والتوابل اذا كانوا مهدك ولا لازمت ضيفة حسب دوقكم دائما حسب دوقكم دائما في الأخير هاية وصفتنا جاهزة زينتها بالقصبر وبدور اليقطين مع فواكه جافة طبعا هذا اختياري تماما تقضي زينها بكريمة أو فقط القصبر وهذه هي الزريعة أو بودور اليقطين اللي درناها مع بعض رائعة جدا كسناكس فوائدها كثيرة غنية بالمغنيزيوم والزينك وأوميغا 3 والدهون الصحية مفيدة للدم بحيث أنها تعضي لنسبة السكر بالدم تساهم في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة والكوليستيرول تمتاز أيضا بخصائصها المضادة للأكسدة وهذا كله يعني أنها مفيدة لصحة القلب إذن لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على اللايك والجرس تابعوني على السوشيل ميديا أتمر جانفان فيسبوك وإنستجرام لا تنسوني بتعليقاتكم الجميلة ونشوفكم قريبا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر